من الشأن الأوكراني إلى الشأن الدولي حيث أعلنت بغداد إكمال فرض الأمن على ما تبقى من محافظة كاركوك وسيطرتها على مناطق متنازع عليها بنينوى وديالا قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه يجب فرض السلطة الاتحادية على جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان واعتبر العبادي أن العالم العراقي يجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد مؤكدا أن القوات الاتحادية ستدخل جميع المناطق المتنازع عليها وأن استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في الخامس والعشرين من سبتمبر أصبح من الماضي الاستفتاء الآن انتهى صار ماضي حصل في فترة زمنية ماضية نتائج انتهت كنا نتمنى هم مين هم بصراحة طلبناهم إذا ما رح يصير انتهنوا إحنا نهينا على الأرض تهل السفتاء وبالتالي نحتاج أن نتفاهم على أساس سقف الدستور وعلى أساس الحقوق المتبادل والشراكة الوطنية